التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بسيدة سرغت كاغ كبير منصق الشؤون الانسانية وشؤون اعادة اعمار غزة والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء تطورات الاوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنصيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الانسانية ومواد الاغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الانسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية واكد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصري الراس اختجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنصيق مع كافة الاطراف الاقليمية والدولية للوصول الى التهديئة والتخفيف من المعاناة الانسانية لسكان قطاع غزة فيما اشهدت كبير منصق الشؤون الانسانية وشؤون اعادة اعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الانسانية لقطاع غزة معربة عن تطلعها ان تصفر الجهود الدولية القائمة عن وقف اطلاق النار داخل القطاع حضر اللقاء الفريق اسامى عسكر رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة